اعجب سؤال اتسألت في حياتي شو بقى كل واحد يحسب انا سني كم سنه واتسألت كم سؤال وده اعجب سؤال اتسألت في حياتي واحد بيقولي هو الغش حرام والله العظيم هو الغش حرام يا دكتور اقوله ايه اقوله ايه اللي زي ده ما تقوله من غشنا فليس منه يقولك اه ده في التجارة كان واحد بيبيع رز والرسول اكتشف ان الرز من بره ناشف ومن تحت مبلول فقاله الكلمة دي انما انا بغيش في الامتحان وصاحبي موافق انه يمليني او معايا ورقة غائز انا بقى بفكره باية ارجو الله انه يروح يقراها ويوميا يكررها في صلاته الخمس مرات يكررها انا سألت اسمك ايه وعرفت ايه وبتصالي ولا لا كل ده عرفت عنه قلت له هل سؤال الغش حرام ده سؤال الاية اللي بقولها له انا قلتها الواحد انا كنت بناقش رسالة دكتوراه في احد الجامعات الجامعات الاخرامية في احد الجامعات يعني ولقيت الولد نائل حاجات يعني ابحاث مش هو اللي عملها طبعا انا لاقو عمم بتاتا اقمى الناس في مصر الدكاترة اقمى الناس دكاترة مصر سوبر لكن الكمال الله قبلت واحد بناقش الرسالة رسالة انا شبهت عليها رحت دورت في المكتبة لقيت اا اا يعني نائل حاجات كتير جدا ده مش قعدة ده الاكسابتشن 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 ده مش قعدة ده خالص يعنى فانا بقول له الرسالة دي ما انا قل Lauria اي هو حرام نفس السؤال اللي الولد بيمسلكه هو الغش حرام فانا بفكره بآية جميلة جدا الآية الوحيدة في القرآن الآية الوحيدة في القرآن اللي ذكر فيها العذاب مرتين اللي ذكر فيها العذاب مرتين اسمع الآية بقى كويس الآية بدايتها مش هقول بدايتها لكن هقولك اللي انا عايزك تسمعوا منها ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم العذاب يسكر مرتين في اي وحدة ده المين لواحد عايز يحمد بما لم يفعل يعني ايه يحمد يعني خد مكسب ما هو الحمد ده مكسب واحد عايز ياخد رسالة دكتوراه وهو ما عملهاش اهو ده يحمد بما لم يفعل العذاب مرتين يا اخوانا انا بقى اكلم ولادنا الصغيرين اللي داخلين امتحانات او بنبتدي نبتدي نهيأهم بمخلاقيات بمخلاقيات ومبادئ الغش حرام جدا